هذه المشاهد تتكرر يومياً قصف همجي على شعب أعزى لا يتوقف إحنا مدنيين ليش هيك بصير فينا إحنا كل ما بنبلو حالنا في غزة بيعدونا إياه إيش بنعمل إحنا إيش بنسوه إحنا نفسنا يكون إنا زينا زي دولة تانية يكون إنا محلات شغل نسافر نطلع ننزل مش نصحى من سنة إلى سنة حرب مواكب الشهداء تتوالى فآخر حصيلة لشهداء عدوان الكيان الصهيوني على غزة بلغت أكثر من ثلاثة ألاف ومائتي شهيد وإحدى عشر ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء عائلة بلا مأوى ومشردة فالوضع الإنساني يتفاقم يوماً بعد يوم خاصة بعد قطع الكهرباء الغاز والماء على سكان غزة في وقت حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثة من أن الوضع في غزة يتدهور بشكل متسارع بعد نفاذ المؤونة ولم يبقى في المتاجر سوى ما يكفي لخمسة أيام من مخزون الغذاء على أقصى تقدير وفاقت حصيلة خسائر قطاع غزة جراء عدوان الكيان الصهيوني المتواصل في يومه الثاني عشر جميع أضرار وخسائر الحروب التي شنها الاحتلال على القطاع والتي استمرت قرابة مئة يوم في الأعوام 2008-2012-2014 وآخرها 2021 لتسجل أكثر من 2200 مبنى مدمر نهيك عن بنا قاعدية لتزيد من معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة مع نسبة بطالة تتجاوز الخمسين بالمئة وتخطي نسبة الفقر سبعين في المئة كما أن 80% من السكان كانوا يعيشون على الإعانات الدولية قبل الحرب معاناة الفلسطينيين تعدت حدود البلاد إذ تمارس القطاعات الاقتصادية اليهودية واللوبيا الداعم لها خارجيا ضغوطا شديدا على الشركات الدولية المنددة بعدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة إذ يروج الكيان الصهيوني لمقاطعة هذه الشركات بدعوى دعمها للإرهاب في إطار حملة ابتزاز الرافضين لعدوانها وإسكاتهم وأمام الصمت العالمي الرهيب دعت الجزائر إلى هبة دولية عاجلة لنجدة الشعب الفلسطيني في غزة ضد العدوان الغاشم والعمل على إحياء مصار السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف